اشتركوا في القناة 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 لذلك نتحدث اشتركوا في القناة التي وقعت اشتركوا في القناة النقطة ان احدى اشتركوا في القناة 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 ونفح الأقدمين القضايا العقلية لها منهج معين القضية العقلية كيف تحللها تجلس في غرفتك المغلقة وتحلل القضية العقلية أو بعض القضايا العقلية هؤلاء حاولوا بهذا المنهج أن يحللوا القضايا الطبيعية القضايا الطبيعية لها منهج آخر ما يمكن بالتحليل العقلي واحد يحلل القضية الطبيعية القضية الطبيعية ولكن يأتي الفيلسوف الكبير كبير عظيم في علمه ولكن منهج خطأ يفكر أنه هذه الأكوان ما هي المادة التي تألفت منها خطأ هذا المنهج أمير المؤمنين صلى الله عليه يقول في التجارب علم مستحدة تجربة أما أنه أقعد في غرفتك أو في برجك وفكر ما هي المادة التي تتألف منها الكواكب والمدارات والشامس والقمار هذا ليس منهج هذا منهج خطأ حتى إذا يكون هذا المفكر مفكر عظيم وبالنتيجة ينتهون إلى قاعدة الخرق والالتيام أن هذه الأفلاك مكونة من أشياء ذرات غير قابلة للخرق والالتيام لا يمكن أن تخرق بعدين عندما انتهوا إلى هذه النتيجة تحيروا في قضية المعراج فكيف عرج النبي صلى الله عليه وآله إلى السماوات إذا النبي عرج المفروض أن السماوات تنشق وبعدين لازم تلتئم والخرق والالتيام محالان من الناحية العقلية هذا خطأ في المنهج العظيم عندما يخطئ في المنهج ينتهي إلى نتائج خاطئ حتى إذا يكون عظيم بينما عالم ما يمكن أن يقارن بذلك الفيلسوف الكبير عالم متواضح يمكن لا يمثل واحد في قبال ألف واحد من ألف منهج صحيح يأتي ويتوصل إلى النتيجة الصحيحة هذه الطائرات اليوم تخرق هذه الأجواء وتسخر بنظرية الخرق والالتيام التي اختلقتها عقول فلاسفة كبار كل يوم دا يضحكون على هاي النظرية طيارات كل يوم منهج خطأ كما أتذكر في كتاب شرح حكمة الإشراق يأتي الفيلسوف الكبير يريد يحلل ظاهرة طبيعية بمنهج عقلي خطأ هذه الصور التي نشاهدها في المرآة ما هي حقيقتها أقعد بالغرفة وفكر شنو حقيقتها يذكر على ما أتذكر احتمالات الاحتمال الأول الاحتمال الثاني ثم هذا الفيلسوف الكبير ينتهي إلى هذه النتيجة أكوفة عالم يقال له عالم المثال في ذاك العالم أكو حقائق وحقيقتنا موجودة في ذلك العالم إحنا عندما نشوف المرآة نرى الحقائق الموجودة في عالم المثال ينقل أن الحاجي السبزواري عندما قيل له أن الغربيين اخترعوا آله للتصوير قال تحول علمنا جهلا لأن إحنا بنينا على استحالة انفصال العكس عن العاكس والظل عن ذي الظل هذا محال من الناحية العقلية الغربيين يجعوا وفصلوا العكس عن العاكس صورتك موجودة هنا وأنت في مكان آخر أو صاحب الصورة تحول إلى تراب صورته موجودة تحول علمنا جهلا لماذا؟ لأن المنهج خطأ القضايا الطبيعية لا تحلل طبعا منهجهم في القضايا الإلهية كثير مننا أيضا خطأ الآن ذاكي بحث آخر ما علينا به وما هي النتائج العجيبة التي توصلوا إليها منهج خطأ أهم شيء في العلم نحن يجب أن نبحث عن المنهج المنهجية الطريق الحقائق التاريخية القضايا التاريخية البحث فيها له منهجية معينة وإذا واحد حاول أن يطبق منهجية علم آخر على علم التاريخ أخطأ في الطريق الآن هذا شيء متداول مع الأسف حتى واحد يشوف بعض الشباب المبتدئين الذين لهم لا يوجد لهم ضاع ولا اطلع شوية ثقافة عنده يريد يحل القضية الآن نجي إلى الإطار السني ونأتي إلى الإطار الشيعي في الإطار السني أكوه في صحيح البخاري دليل على ذلك؟ ما هو الدليل من صحيح البخاري؟ نصور أن منهج التاريخ يعتمد على منهج علم الفقه في علم الفقه نحن عادة نبحث أن هذه الرواية صحيحة أو لا هذا بحثنا عادتان نجي نطبق في التاريخ أيضا خب أكو رواية في صحيح البخاري على هذا المطلب الذي تقوله قضية الهجوم على الدار مثلا على بيت فاطمة صلوات الله عليه أكو رواية في البخاري تثبت ذلك؟ أكو في صحيح مسلم رواية تثبت ذلك؟ هذا في الإطار السني في الإطار الشيعي أكو رواية كل روااته عدول إماميون ضباط تثبت هذا المطلب؟ أصلا هذا المنهج خطأ المهاجم أخطأ حين طرح السؤال بهذه الطريقة والمدافع بعض المدافعين أيضا أخطأوا حين وقعوا في شرك هذا السؤال نبحث أكو في صحيح البخاري لو ماكو خطأ هذا المنهج صحيح البخاري كم رواية يحتوي؟ هل البخاري احتوى كل الروايات الصحيحة؟ البخاري كل روايات يحتوي على سبعة آلاف وخمسمية وكذا رواية سبعة آلاف وخمسمية وكذا رواية هذا كل البخاري أقل من ثمانة آلاف رواية صحيح مسلم يحتوي على ثلاثة آلاف وثلاثة وثلاثين رواية يعني كم رواية؟ عشرة آلاف وشوي كل البخاري ومسلم الدين كله بني على عشرة آلاف وكذا رواية هو البخاري كاتبين في كتبهم كان يقول إني أحفظ مئة ألف رواية صحيحة وين رحت هاي الروايات؟ مئة ألف رواية كان يحفظها عود الدين كله يتلخص في كم رواية؟ رواها البخاري ومسلم عشرة آلاف وخمسمية وكذا رواية التاريخ له منهج آخر وأهم قضية في المناهج التاريخية منهج تجميع القرائن هذه القضية التي يقوم بها المحللون الجنائيون وقع الجريمة في المحلة واحد قتل المحقق القانوني ما الذي يفعل؟ يجمع القرائن هذا المقتول منه عنده عداوية؟ في الأيام الماضية ومنه احتد في الكلام؟ مصلحة من موجودة في قتل هذا هذا عندما يقتل من هو المنتفع؟ آخر واحد التقى به الضحية من هو؟ يجمع القرائن يجمعها كل قرينة ما إلها قيمة قطعية القرينة تمثل قيمة احتمالية وربما تكون قيمتها الاحتمالية قيمة متواضعة في منطق حساب الاحتمالات ولكن هذه القرينة الأولى لها قيمة احتمالية واحد بالألف القرينة الثانية الثالثة الرابعة فينتهي المحقق الجنائي إلى اليقين العلمي وربما ينتهي إلى اليقين الرياضي اليقين العلمي هو اليقين الذي بنيت عليها العلوم المتداولة الاحتمال يصل إلى مرحلة لا يعتنى بخلافه هذا يقين علمي يعني الاحتمال المضاد تقل نسبته إلى حد لا يعتني به العقلاء ولا يعتني به العلم مثل واحد بالمليون احنا عندما نركب الطيارة ماكو احتمال الطائرة تسقط ليش اكو احتمال لكن اش قد قيمة هذا الاحتمال واحد بالمليون مثلا ما يعتني العقلاء بهذه القضية بهذه النسبة الاحتمالية الضئيلة فبعد تجميع القراءة نصل الى اليقين العلمي او اليقين الرياضي الذي لا يمكن ان يتطرق فيه الشك ولا يوجد احتمال مضاد ولا واحد في عشرة ملايين هذا هو الملح احنا عندما مثلا نريد ان نحلل الهجوم على الدار قضية الهجوم شلون نحللها اكو رواية صحيحة في البخاري غلط هذا الكلام جمع القراءة تجميع القراءة كيف يكون مثلا اولا ادرس شخصية المهاجم هذا المهاجم الذي هاجم الدار وانتهك حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله شنو شخصيته ما هي نفسيته اذا اكتشفت من خلال الحقائق التاريخية ان هذا الرجل رجل فض غليض المرأة الحامل عندما تراه تسقط حملها الشكل هذا اولا ثانيا الاشباه والنظائر اشباه والنظائر اشباه والنظائر يعني شنو اشباه والنظائر يعني في المواقف المماثلة مع من اعتبرهم خصوما له ماذا كان يتعامل هذه القضية الثانية طبعا انا مو الان في صدد هذا البحث ولكن كمجرد نموذج ابن ابو الحديد في شارح نهج البلاغة من هذه الطبعة المجلد الاول صفحة 134 ينقل قضايا عجيبة يعني انتوا لاحظوا شخصية هذا الرجل ولاحظوا موقفه في الاشباه والنظائر يقول عندما اخته اسلمت وزوج اخته سرا لان كانوا يخافون منه يقول علم بذلك يقول فاجي الى البيت فقال ختنه يعني زوج بيت ارأيت ان كان هو الحق ويمكن يكون هذا حق لعل الاسلام حق لعل النبي حق فوثب عليه فوطأه وطءا شديدا منطق الوطء يعني الدوس بالارجل هذا كان مستمر من البداية الى النهاية فجاءت اخته فنفخها بيده يعني ظاهرا ضربها فدم وجهها هذا منه يقول هذا عالم من علمائه في صفحة مية وسبعة وثلاثين في صفحة مية وتسعة وثلاثين عندما النبي صلى الله عليه وآله توفي استشهد الناس قالوا النبي مات فجاء الان ليش هذا الموقف هذا يحتاج الى تحليل قائلا انه لم يموت لا النبي ما مات من يقول النبي مات لا النبي ما يموت الله يقول بالقرآن افا ان مات او قتل انقلبتم على عقابكم قال لا ما مات ولا يرجعن النبي غاب وسوف يعود فلا يقطعن ايدي رجال وأرجلهم يزعمون انه مات كل واحد يقول النبي مات النبي سوف يرجع ويقطع ايده ورجله فجعل لا يمر بأحد يقول انه مات إلا ويخبطه يخبطه خبط يعني ضربه ضربا شديدا اذا واحد يقول النبي مات هذا يضرب ضربا شديدا ويتوعده نحن نحن مو في مجال الانتقاد الان مو في مجال النقد نحن ندرس شخصية هذا الرجل وكيف يتعامل مع من يقول ما قاله القرآن يقول في صفحة مية وخمس وثلاثين فكسر سيف الزبير هجم على الزبير لاحظوا الأشباه والنظائر وكسر سيفه ودفع في صدر المقداد ووطأ في السقيفة ذاك الوطء الأول هذا الوطء الأخير ووطأ في السقيفة سعد ابن عبادة سعد ابن عبادة سيد الخزرج ليش لأن قال منكم أمير ومنا أمير انتو تردون الامارة لكم أمير ولنا أمير فأخذه ووطأه وقال اقتلوا سعدا قتل الله سعدا وحطم أنف الحباب ابن المنذر ظاهر أنفت بوكس ضربه قاعدة في خشمه في أنفه فحطم أنفه الذي قال يوم السقيفة أنا جذيلها المحكك أو المحنك وعذيقها المرجب جيد إذن الرجل الذي يحمل مثل هذه الشخصية هذه النفسية جيد هذه القرينة أولى القرينة الثانية الذي عامل خصومه بمنتهى الشدة والعنف يسأل الآن ما هو تبرير هذا أبحث آخر لذلك يبرروا إلى برروا ليس كلامنا في ذلك في التبرير ولكن هذا الرجل عنده منهجية القاعدة القاعدة مبتنية على تلك المنهجية سعد بن عبادة هذا الذي وطأوه في السقيفة بعدين كتلوه وقالوا الجن قتلوه ووضعوا بيتين على لسان الجن الجن قتلوا سعد بن عبادة وقالوا نحن الجن نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤادة الجن يرمون بدقة راحت في فؤادة فلم تخطئ فؤادة جيد هذا اثنين هذه القرينة الثانية القرينة الثالثة من روا روايات الهجوم على الدار من روايها في حساب الاحتمالات يمكن العدو يروي رواية لقيمة احتمالية معينة ولكن اذا الصديق يروي المدافع يروي الذي يعتقد يروي اللي في ضرر ان يروي هذه الرواية القيمة الاحتمالية ترتفع ارتفاع كبير القاعدة الفقهية والقانونية اقرار العقلاء على انفسهم نافذ او جائس من اللي يروي هذه الروايات انتوا لاحظوا كتاب الهجوم على بيت فاطمة صلوات الله عليها في هذا الكتاب من صفحة مية واربعة وخمسين الى صفحة ميتين وسبوطعش يعني اكثر من ستين صفحة يذكر اعترافات علمائهم ليس علمائنا يذكر اعترافات اكثر من ثمانين من علمائهم اربعة وثمانين واحد ينقل اعترافاتهم وواحد من هؤلاء ابن تيمية ابن تيمية معروف معروف بتشدده ضد اهل البيت ضد اتباع اهل البيت وله منهجية حتى هذا يعترف بعد اكو مجال للتشكيك اذا ابن تيمية يعترف يتمكن واحد يجي يشكك يقول ماكو في صحيح البخاري ابن تيمية في كتاب منهاج السنة النبوية طبعا الكتاب ما عندي الان لكن اكثر من مصدر نقلوا عنه في المجلد الثامن صفحة ميتين وواحد وتسعين ابن تيمية يعترف بالهجوم على الدار ولكن يبرر هذا الهجوم ما ينكر هذا الهجوم يبرر تبرير اقراركم عبارة ابن تيمية انا هذه العبارة قرأتها في مصدر اخر من قول عنه يقول نحن نعلم يقينا ان فلانا لم يقدم على علي بشيء من الاذه خاشاح هل يمكن ان يؤذي علي ابدا ولا على سعد ابن عباده المتخلف عن بيعته اولا واخرا ما يمكن ان يؤذي سعد ابن عباده الجن قتلوح وغاية ما يقال انه كبس البيت يعني هجم على البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه وان يعطيه لمستحقه في بيت علي وفاطمة اكو احتمال اموال اكو مجمدة هناك اموال المسلمين انما يريد الله ليذهب عنكم الرسى اهل البيت ويطهركم تطهيرا قو قطعا وحده من اهل البيت فاطمة صلى الله عليه سايشي يكون المراد باهل البيت فاطمة من اهل البيت لعلها ضامة اموال في بيته اموال منه اموال المسلمين قو منين اجتها هاي الاموال اذا في بيت فاطمة صلى الله عليه اكو اموال رسول الله اعطاه هذه الاموال اذا اكو لعله اكو هنالك اموال بعدين اكو هذا الاحتمال ان يكون هنالك مال ان تكون هنالك اموال ابدزوا فد وفد فد جماعة فد رجل فد امرأة حتى يروح يفتش في الدار ما اكو احتياج الى الهجوم على الدار اكو منهج اخر ايضا انه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه وان يعطيه لمستحقه علي وفاطمة حبس هذه الاموال عن مستحقيها ولكن هذا الرجل قلبه يحترق على الفقراء والمساكين لا يتظورون جوعا والما خطيئة الآن الظهر صاير جواعا زوجتهم تطالبهم بالمال يريد ان ياخذ هذا المال من بيته علي وفاطمة ويعطيه لمستحقيه وأما اقدامه عليهم انفسهم بأذى فهذا ما وقع فيه قط أبدا باتفاق اهل العلم والدين وانما ينقله مثل هذا جهال الكذابين اربع وثمانين عالم من علماءهم وكاتب من كتابه يعترفون بذلك راجعوا كتاب الهجوم على بيت فاطمة اربع وثمانين واحد عندما تجمعون هاي القرائن تصلون الى وقرائن اخرى لان احنا الآن مو في هذا المجال هذا مجرد مثال عندما تجمعون هذه القرائن تصلون الى مرحلة اليقين العلمي بل تصلون الى مرحلة اليقين الرياضي حتى اذا بالبخاري ماكو حتى اذا في صحيح مسلم ماكو هذه هي الملاحظة الاولى واكو هنالك ايضا ملاحظات اخرى لكن شوية فيها جانب فني فنتركها لمجال اخر ولكن اكتفي بملاحظة ثانية وهذه الملاحظة الثانية هي انه يجب ان نبحث سلمنا احنا نحتاج الى روايا الصحيحة يجب ان نبحث وسوف نجد الروايات الصحيحة الملاحظة الاولى نحن نعتمد على حساب الاحتمالات وتجميع القرائن الملاحظة الثانية نبحث ونجد روايات صحيحة في هذه المجالات هذا الشيء الذي يقوم به البعض هذا خطأ علمي فاحش وقبل كم يوم قرأت مقالة كاتبها واحد ينفي قضية عقائدية لانه مراجع كتاب واحد شايف كم رواية في زعمه انها روايات ضعيفة اي مو منهجية علمية ابحث في هذا الموضوع الذي ذكر فيه عدة روايات ثم انتهى الى بطلان هذه القضية العقائدية اكو اكثر من ثلاثة الاف رواية هذا الشاب يطالع فات كتاب يشوف اربع روايات يفند هذه الروايات بزعمه وينتهى الى بطلان هذه العقيدة هذا منهج هذا منهج علمي اذا اولا التاريخ يعتمد على منهج تجميع القرائن وحساب الاحتمالات وثانيا لو بحثنا فسوف نجد الروايات الصحيحة في كل الحقائق التاريخية والعقائدية او في كثير منها هذا باختصار مع حذف مجموعة من الملاحظات الفنية حول النقطة الاولى النقطة الثانية منطلقات البحث هذه قضية مثارة الان ليش هذا البحث الاشخاص التاريخيون ماتوا ووفدوا على ربهم ما الهم موجود الان ليش ننبش التاريخ ونبحث في التاريخ هذا السؤال ملح وقائل نترك التاريخ وننشغل بهموم الحاضر أكو كلمة في نهج البلاغة من ألطف الكلمات تجيب على هذا السؤال أنا أقرى لكم هذه الكلمة من نهج البلاغة طبعا هوايا أكو أجوبة على هذا السؤال ولكن أقرى لكم كلمة واحدة تبين جانب من الإجابة في نهج البلاغة الخطبة رقم 147 أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول كما في هذه الخطبة وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَعْرِفُوا الْرُشْدِ إذا واحد يريد يعرف الحق الرشد يعني الحق لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي تركه لا تقل أنا أمشي في طريق الحق لا تقل أنا أمشي في طريق الحق أنا ما علي بالذين يرفعون راية الباطل الإمام يقول كلا لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي تركه لازم تعرف فلان على حق له باطل حتى تعرف الحق وإلا لم تعرف الحق إذا واحد قال أنا أمشي في طريق الحق ولم أعرف أن فلان على حقه أو باطل هذا لم يعرف الحق ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرف الذي نقضه ولن تمسكوا به حتى تعرف الذي نبذاح فالتمسوا ذلك من عند أهله فإنهم عيش العلم وموت الجهل إلى آخر الخطبة ما هي الرابطة؟ الرابطة بين عرفان الحق وعرفان الرشد ومعرفة الذين حملوا راية الباطل ما هي الرابطة بين المعرفتين؟ أكو هنا بين شراح نهج البلاغة فيما رأيت كلمات ذكروها ولكن الشيء اللي يبدو في بادي النظر أنه إذا واحد ما عرف أئمة الظلال ما عرف أئمة الظلال فلان من أئمة الظلال إذا إحنا ما عرفنا الأئمة الذين يهدون إلى النار لا نعرف الحق ليش؟ لأنه هؤلاء أئمة الظلال سوف يتحولون إنه عند الأمة وعندنا إلى مصادر إلهام ومصادر استلهام هذا الاسم اللامع الصحابي الكبير اللي عاشوا يا النبي هذا يعطينا خط خط يعطينا إذا أنت متعرف هذا من أئمة الظلال من الأئمة الذين يهدون إلى النار تاخذ منه طبيعيا فيكون ملهما لك أما إذا تعرف هذا إمام من أئمة الظلال تبتعد عنه وتبتعد عن خطه ولا تستلهم ولا تعتبر قيمة لا لكلمة منه ولا لموقف منه الآن أجيب لكم مثال هذا المثال جدا خطير مقالة شوفوا هذه المقالة تنتهي إلى هدم الدين كله أم لا يقول يقول مضمون كلامه يقول إحنا ليش عندنا حالة الجموت إحنا يجب أن تكون عندنا حالة انطلاق ويجب أن تكون عندنا شجاعة الرواد الأوائل الرواد الأوائل كانوا شجعان شجعان أمام منه أمام الله أمام القرآن أمام النبي صلى الله عليه وآله إحنا يجب أن نكون شجعان مثل هم ليش هذا الجموت الرواد الأوائل في منطقة شطبوا على القرآن هو يقول طبعا ليس بلف شطبوا ألغوا القرآن إحنا يجب أن نلغي القرآن مثال يقول الأول ألغى آية المؤلف قلوبهم الله يقول والمؤلفة قلوبهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم القرآن يقول النبي عمل بذلك ولكن جاء الأول وبكل شجاعة شطب على هذه الآية قال إلغاء سهم المؤلف قلوبهم ليش لأنه الظرف اختلف الظرف اختلف في ذاك اليوم الدين كان ضعيف يجب أن نعطي للمؤلف قلوبهم مت بعير مثلا حتى نكسبهم كفار مثلا الآن الدين قوي بعد ما نحتاج الثاني كان شجاع شطب آية من القرآن يا آية الطلقات الثلاث القرآن يقول الطلاق مرتان إلى أن يقول فإن طلقها في المرة الثالثة واضح الآية طلقات الثلاث يعني ثلاث طلقات ولكن يقول الثاني اجب بشجاعة وشطب على هذه الآية شطب شاف أنه الناس هوايدا يطلقون زوجاتهم فقال يجب أن نردعهم كل واحد قال لزوجته أنت طالق ثلاثا تحرم عليه ليش ردعا أمام الطلاق القرآن يقول ثلاث مرات لكن الرجل يقول مرة واحدة يقول ثلاثا هذا يؤدي مؤدة ثلاث مرات فالرواد الأوائل كانوا شجعان نحن دعونا نصير شجعان هنيئا للطواغيت كلهم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم هذا مربوط بذلك الظروف خل يأتي حاكم مسلم يتبع الرواد الأوائل في شجاعتهم ويقول الآن الصيام يؤثر في تدهور معدلات الإنتاج فألغى الصيام هاي قضية حقيقية الحاكم الفلاني ما أجيب اسمه في البلد الفلاني ألغى الصيام عن العمال شجاع حاج فحاكم شجاع ثاني يجي أيضا خلي يلغي الحاج ذاك إذا ألغى المؤلف قلوبهم مع قدسه وورعه وتقواه كما يقول أنا ألغي الحاج لماذا واحد يصرف أموال يروح على حج بيت الله الحرام خلي يأتي يطوف حول قصري عبد الملك كان يقول أو ذاك الحاكم لماذا يروحون هناك؟ كل واحد يأتي كل طاغوت يأتي كل حاكم يأتي يشطب لماذا؟ الآن الإرهابيون الذين شوهوا صورة الدين في العالم أعطوا انطباع سيء من من يستلهمون؟ من هؤلاء الرواد الأوائل ولكن ذاك يأتي يلكم خشم هذا الرجل أنفه فيحطمه وهذا يأتي يسوي حزام ناسف فيقتل مجموعه لن تعرفوا الرشد لاحظوا الكلمة ما يقوله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه لا بد أن تعرفوا من أئمة الضلال؟ إذا لم تعرفوا تأخذون منهم تتأثرون بهم أنا مرة مثلت أكفت ولد فاسد في المحلة أنتوا طفلكم يقولوا لا 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 تكشف سر تستر على هذا ولد الجيران إذا تسترت هذا ابنك ما يصير عنده مناعة يروحي الصادة قوية فيفسد لازم تقول لابنك أن هذا الجار هذا خطير هذا فاسد هذا مفسد هذا يدمر دينك هذا يدمر دنياك لازم تقول لا لا حفاظا على وحدة المحلة لا تقول شيء ابنك راح تشوه الصورة الدين في العالم الإرهاب من أهم مصادره المصادر العقائدية العقدية هذا من أهم مصادر الإرهاب هذا يمد الإرهابيين هي هاي الكلمات اللي قرأتها هاي اللكمة وذلك الوطء الأول وذلك الوطء الأخير هاي يتمده إنكم لن تعرفوا الرشدة حتى تعرفوا الذي تركه لا تقولون هاي بحوث تاريخية هاي بحوث الحاضر هذه بحوث المستقبل ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه من اللي نقض الكتاب الشجعان الرواد الأوائل من اللي نقض الكتاب من اللي غير وضوء النبي النبي صلى الله عليه وعوام كان يتوضى أمام المسلمين من اللي غير وضوءه من اللي غير صلاته إذا ما عرفت معاوية معاوية اجي إلى المدينة قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين حذف البسملة بعد ما كمل فاعترضوا عليه لماذا يا معاوية أنسيت أم سرقت معاوية حذف البسملة لا 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 تتكلم حول معاوية وإذا ما تكلمت حول معاوية تأخذ من معاوية يصبح كاتب الواحي وتحذف البسملة أيضا لأن هذا يصبح مصدر إلهام إليك ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه بعدين هذا إشكالكم على أمير المؤمنين صلى الله عليه اللطيف الخطبة اللي بعدها الإمام ينتقد طلحة والزبئ لا 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 تتكلم حول طلحة والزبئ قبل كم يوم واحد كان يقول صحابي كبير لا تجرحون قلوبنا لا تتكلمون عليه أمير المؤمنين هو الذي يتكلم ما لون يتكلم الإمام كل واحد منهما يرجو الأمر له كل واحد منهم يريد يصير حاكم ويعطفه عليه دون صاحبه لا يمتان إلى الله بحبل أصلا ربط ما إلهم بالله تعالى عد ابن أب الحديد في شرح هذه الخطبة يقول قالها في شأن طلحة والزبئر رضي الله عنهما لا يمتان إلى الله بحبل رضي الله عنهما ولا يمتان إليه بسبب كل واحد منهما حامل ضب لصاحبه ضب رمز الحقد في اللغة العربية يعني واحد يحقد على الثاني اثنين هم قادة جيش واحد يحقد على الثاني رادوا يصلون صلاة الصبح هذا دفع ذاك وذاك دفع هذا هذا راد يصير إمام وذاك راد يصير إمام اثنين هم وقفوا بالمحراب هذا يدفع هذا الشكل وهذا يدفع هذا الشكل حتى قادة الشمس أن تطلع فنادى الناس الله الله يا صحابة رسول الله الشمس لا تطلع فعينوا واحد ثالث صلى به كل واحد منهما حامل ضب لصاحبه وعما قليل يكشف قناعه به والله لئن أصابوا الذي يريدون لينتزعن هذا نفس هذا وليأتين هذا على هذا إذا القدرة صير بيدهم هذا يكتل ذاك وذاك يكتل هذا شوفوا الخطبة الشقشقية إذا عدكم انتقاد انتقدوا أمير المؤمنين في الخطبة الشقشقية وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير إلى أن يقول لشد ما تشطر ضرعيها إلى أن يقول فصيرها في حوزة خشناء إلى أن يقول إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه أكو أمض من هذا الذام؟ أنقل لكم هذه القضية وأختم بها الحديث هذه القضية ينقلها ابن أب الحديد المعتزلي السني في نهج البلاغة حدثني يحيى ابن سعيد ابن علي الحنبلي المعروف بابن عالية من سكان قطفتا 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 جواب الهامش كاتب اسمه مكان غربية بغداد بالجانب الغربية من بغداد وأحد الشهود المعدلين بها قال كنت حاضراً مجلس الفخر اسماعيل ابن علي الحنبلي الفقيه المعروف بغلام ابن المنا وكان الفخر اسماعيل ابن علي هذا مقدم الحنابل ببغداد في الفقه والخلاف ويشتغل بشيء في علم المنطق وكان حلو العبارة وقد رأيته أنا وحضرت عنده وسمعت كلامه قال ابن عالية ونحن عنده نتحدث عد منه؟ عد مقدم الحنابلة في بغداد إذ دخل شخص من الحنابلة قد كان له دين على بعض أهل الكوفة فانحدر إليه يطالبه بيح هذا الحنبلي كان يطلب واحد كوف دينا فانحدر إلى الكوفة لمطالبة ذلك الدين واتفق أن حضرت زيارة يوم الغدير وين شوكت وصل إلى الكوفة؟ يوم الغدير 18 ذي الحجة والحنبلي المذكور بالكوفة وهذه الزيارة هي اليوم الثامن عشر من ذي الحجة ويجتمع بمشهد أمير المؤمنين عليها السلام من الخلائق جموع عظيمة تتجاوز حد الإحصاء قال ابن عالية فجعل الشيخ الفخر الشيخ الفخر من هو؟ قلنا مقدم الحنابلة يسأل ذلك الشخص أنت عندما رحت إلى الكوفة ما فعلت ما رأيت هل وصل مالك إليك؟ هل بقي لك منه بقية عند غريمك؟ وذلك يجاوب حتى قال له منه؟ ذاك الرجل قال لمقدم الحنابلة يا سيدي لو شاهدت يوم الزيارة يوم الغدير وما يجري عند قبر علي بن أبي طالب من الفضائح والأقوال الشنيعة بأصوات مرتفعة من غير مراقبة ولا خيفة فقال إسماعيل من هو إسماعيل مقدم الحنابلة أي ذنب لهم؟ أي ذنب لهم؟ والله ما جرأهم على ذلك ولا فتح لهم هذا الباب إلا صاحب ذلك القابر ذولة شون ذنبهم؟ فقال ذلك الشخص ومن صاحب القابر اللي جرأ ذوله؟ فقال علي بن أبي طالب هو اللي فتح لهم هذا الباب قال هذا الرجل يا سيدي هو الذي سن لهم ذلك وعلمهم إياه وطرقهم إليه هو اللي فتح الطريق إلهم؟ قال نعم والله قال يا سيدي فإن كان محقاً فما لنا أن نتولى فلاناً وفلاناً وإن كان مبطلاً فما لنا نتولى إذا علي بن أبي طالب محق فلماذا نتولى معاوية مثلاً؟ ينبغي أن نبرأ إما منه أو منهما واحد من الطريقين أما إجمع بين الله واللات ما يصير إجمع بين محمد صلى الله عليه وآله وأبو جاهل ما يصير إجمع بين موسى وفرعون من باب صلح الكل ما يصير إجمع بين قابيل وهابي ما يصير ينبغي أن نبرأ إما منه أو منهما قال ابن عالية فقام إسماعيل مسرعان مقدم الحنابل قام فلبسنا عليه وقال لعن الله إسماعيل يعني هو إن كان يعرف جواب هذه المسألة هو متورط قال فتكلام وتورط به ودخل دار حرمه راح عند النسوان وقمنا نحن وانصرفنا تعليق على هذه القضية التي ينقلها ابن أبي الحديث علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ما فتح لهم هذا الباب الله فتح لهم هذا الباب إذا أعدكم انتقاد انتقدوا القرآن الكريم القرآن الكريم يحتوي هجوما لاذعا حادا على بعض طبعا صحابة رسول الله القرآن الكريم في سورة الأحزاب يقول وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ منهم ذولا صحابة رسول الله يعني بعضهم وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ مَرْضَ ذُولَ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا الله قَ شْمَرْنَا من يقول هذا صحابة النبي طبعا بعضهم وإلا أبو ذار وسلمان ومقداد وعثمان بن مضعون وَأَمْثَالِهِمْ ذُولَ لَهُمْ مَقَامٌ شَامِخٌ عَظِيمٌ الله يقول هؤلاء صحابة النبي قالوا اللَّه قَ شْمَرْنَا النَّبِي خَدَعْنَا اشتبوا هاي الآية من القرآن سورة أكو سورة المنافقون سورة كاملة سورة التوبة بعض الصحابة مصادرها موجودة كانوا يخافون من سورة التوبة ويقولون الله ما بقى واحد في هذه السورة فضح الكل الله تعالى في سورة التوبة يقول فَأَعْقَبَهُمْ منُهُ؟ بعض الصحابة النبي نفاقا فَأَعْقَبَهُمْ نفاقا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَحْ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ الله يقول فِي صَحَابَةِ النَّبِي أَكُوا مُنَافِقِي فِي صَحَابَةِ النَّبِي أَكُوا مَنْ أَخْلَفَ الْوَعْدَ مَعَ اللَّهِ تعَالَ الله تعالى يقول في صحابة النبي أكُوا فَسَقَ لاحظوا سورة الحجرات يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ من هذا؟ الوليد واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وآله الوليد ابن عقبة أو الوليد ابن عقبة فالذي فتح لهم هذا الباب مو علي بن أبي طالب في الخطبة الشقشقية وإنما الله في القرآن الكريم وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَعْرِفُ الرُّشْدَ حَتَّى تَعْرِفُ الَّذِي تَرَكَهُ وَلَنْ تَأْخُذُوا بِمِيثَاقِ الْكِتَابِ حَتَّى تَعْرِفُ الَّذِي نَقَضَهُ وَلَنْ تَمَسَّكُوا بِهِ حَتَّى تَعْرِفُ الَّذِي نَبَذَهُ ومن ين نعرف فالتمسوا ذلك من عند أهله ابن أبي الحديد يقول عنى نفسه يعني خذوه من علي ابن أبي طالب خذوه من الخطبة الشقشقية فإنهم عيش العلم وموت الجاهل هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم وصمتهم عن منطقهم وظاهرهم عن باطنهم لا يخالفون الدين مو مثل ذاك اللي يشطب الآيات القرآنية بشجاعة ولا يختلفون فيه كلامهم كلام واحد لأن كله عن منبع الواحي فهو بينهم شاهد صدق وصامت ناطق وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة